أول بلد اخترع رمز الكتابة قبل آلاف السنين على يد السومريين وكان مطلع ثمانينيات القرن الماضي يمتلك منظومة تعليمية تتفوق على نظيراتها في دول المنطقة غير أنه يواجه تفاقم أزمة الأمية التي سببتها عقود من الحرب ونقص في التشريعات وتراجع أعداد مراكز محو الأمية وفي محاولة للحد من ظاهرة محو الأمية التي سجلت نسبة مرتفعة عمدت الحكومة عام 2011 إلى أصدار قانون بشأن ذلك ولكنه بقي في أروقة النسيان مثل كثير من القوانين التي شرعت عقب غزو العراق عام 2003 إذ لا شاء ثم ما يلزم المواطنين حاليا بإكمال التعليم مراكز محو الأمية في عموم العراق بلغت عام 2013 نحو 5700 مركز تقريبا لكن أعدادها تراجعت إلى نحو 850 وفق إحصائية الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتقارير منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو التي ستحيي غدا اليوم العالمي لمكافحة الأمية مفوضية حقوق الإنسان أعلنت عام 2018 أن ثمانية ملايين عراقي أغلبهم من الشباب لا يجدون القراءة والكتابة أي ما يعادل 18% من السكان وسط تحذيرات من اتساع الظاهرة في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لكن وزارة التخطيط أكدت العام الماضي أن عدد الأميين في العراق مرشح للإنخفاض التدريجي بفضل برامج وشراكات دولية في قطاع التعليم تراهن عليها في رفع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية جملة مؤثرة أوردها الميثاق التأسيسي لليونسكو مفادها أنه لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام فالتعليم هو سلاح الأمم نحو التقدم والتطور والارتقاء